متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها الجدل الحاصل على تصريحات رئيس حركة النهضة رئيس البرلمين رجل الغنوشي على إثر لقائه برئيس الجمهورية تصريحات انقلبت إلى عكس مصلحة حركة النهضة كانت في موضع قوة وهذه التصريحات اللي أطلقها رجل الغنوشي انقلبت وكان لها مفعول السحر وهذا مضطر رجل الغنوشي لأنه يخرج وحركة النهضة تصدر بيان رسمي بش توضح شنو كان يقصد رجل الغنوشي في تصريحاته بعد لقاءه برئيس الجمهورية كذلك بش نحكيه اليوم على المحاولات الخارجية للتدخل في الأزمة التونسية والتدخل للضغط على رئيس الجمهورية من أجل تركيز المحكمة الدستورية طبعا بموافقة حركة النهضة ولكن نحكيه على انقسام وشارخ داخل حركة النهضة بخصوص المواقف المتبينة من التدخلات الأجنبية خاصة التدخل الأمريكي لتركيز المحكمة الدستورية بتبعت الحال الضغط على قاسس عيد في هذا الموضوع برشا تفاصيل في هذا الفيديو ولكن فضلا وليس أمرا كان انتي أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع لنجرس بشتسيلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو يمكن من الأخطاء اللي صارت هو أنه ما تمش تصوير لقاء رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان كما زادة ما كانش فيما بيان على صفحة رئيس الجمهورية توضح فيه شنوى الملفات والنقاط اللي حكيوا فيهم هذا خلى التأويلات تكون متعددة ومختلفة برشا تأويلات وبرشا جدل برشا أرى ومواقف تقول أنه رجد الخنوشي هو اللي اشترت عدم تسجيله في فيديو يظهر وكأنه قيس سعيد يخطب عليه ومواقف أخرى تقول اللي لي رجد أو رئيس الجمهورية عفوا قيس سعيد هو اللي أمر بعدم تصوير اللقاء وحبوا يكون اللقاء يعني سري من غير كاميراويت يحكيوا فيه في عدة مواضيع تهم بتبيعة الحال مستقبل الحكومة تهم التعديل الوزاري تهم النظام السياسي في تونس برشا مواضيع تهمهم خاصة الحوار الوطني هذا خطأ كبير خلى التأولية تكون مختلفة في وسائل الأعلام ولداء المحللين السياسيين وفي ظل الإنعدام المعلومة الكافية رجد الغنوشي يخرج مقتطع أو مقتطف من فيديو كان يحكي مع قيادات حركة النهضة وشباب حركات النهضة في خطاب داخل يعني بين قيادات حركة النهضة كان هو يحكي معهم بالفيديو وتم اقتطاع جزء من هذا الفيديو وإخراجه شنو أحكي فيه نذكره في سع في سع قال اللي هو تقابل مع رئيس الجمهورية وحصل التوافقات كما تلك التي كانت في عهد البيجي قائد السبسي ألا يرحموا بمعنى أنه فما صفقات بين الرجلين بش يترقلهم حكي زيدا على إلغاء حواره في قناة حنبعل اللي كان مقرر وتم إلغاءه كيفيش قال كنت مش نحكي فيه على أخطاء رئيس الجمهورية بخصوص زوز مواضيع أساسية الموضوع الأول عدم تركيز المحكمة الدستورية والموضوع الثاني تعطيل التعديل الوزيري والإشكال الكبير خاصة في المحكمة الدستورية اللي تلقي رفض مطلق اليوم فما حديث من قبل متابعين سياسيين على أن قيس سعيد سيقبل بالتحويل الوزيري شريطة أن يتم استبعاد أربع وزراء اللي تتعلق بهم شبهات أو شبهات معناها فساد وبشي قبل البقية ولكن المحكمة الدستورية اللي هي مطمح حركة النهضة اليوم قيس سعيد رفضها باتاتا وتماما في هذا الإطار شفنا عدة محلين كما نجي أزعيري اللي يقول فما لهجة استعلاء في كلمة رجد الغنوشي في المقتطف متاع الفيديو اللي خرج وكأنه كما زاد خرجه أنه لطفي زيتون وسيط وهو الذي طلب لقاء مع الغنوشي لترتيب لقاء مع قيس سعيد وقيس سعيد كذب كل هذه التصريحات وقال لا فما وسيط ولا وساطة ولا طلب وساطة ولكن حركة النهضة سوقت على أنه يعني قيس سعيد يطلب الصلح ويطلب التقرب من رجد الغنوشي هذا اللي فيه قيس سعيد على كل حال ولكن كنت فما استعلاء في لهجة رجد الغنوشي هذا اللي خلى حركة النهضة تصدر بيان رسمي توضح فيه كل التفاصيل اللي راجت على موقف الغنوشي من هذا اللقاء البلغ يقول لا تبعا للتعليق المتداولة حول مقتطف من حوار داخلي للاستاذ رجد الغنوشي مع عدد من قيادات وشباب حركة النهضة في الخارج يؤكد مكتب رئيس حركة النهضة أولا أنه لم يذكر أن إلغاء حواري مع إحدى القنوات التلفزية الوطنية جاء بطلب من رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى فقد كان قراره الشخصي اتخذوا بناء على تقييم الوضع بعد انفتاح أفق الحوار للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بمعنى أنه بفضل حنكتو السياسية وحده وحده اختار أنه يلغي هذا الحوار لأنه لو كان يمشي في هذا الحوار وعمل التصريحات تدين قيس سعيد كينت بش تزيد الأمر سوء وتزيد أطين بالله ثانيا يقول يدين بشدة يعني مكتب حركة النهضة كل المحاولات لتحريف كلام الأستاذ رجد الغنوشي أو تحميله ما لا يحتمل فقد جاء في سيق تثمين الحوار وسياسة الأيدي الممدودة على اعتبار أن الشحن المضاد لا يؤديين إلا إلى التوتر والتصعيد ثالثا يؤكد ارتياح الأستاذ رجد الغنوشي لأجواء التهدئة التي بدأت تسود في المشهد السياسي وضرورة انخراط الجميع فيها وحرصه على التوصل إلى حل شامل للأزمة السياسية التي تعيشها تونس في كنف الحوار البناء مع رئيس الجمهورية ومع كل القوى الوطنية وكما قلت من النقاط الخلافية بين قيس سعيد ورشد الغنوشي أولا المحكمة الدستورية ثانيا دستور 59 أم دستور 2014 بخصوص المحكمة الدستورية كنا نحكينا في أكثر من مرة على تدخل الأمريكي للضغط على قيس سعيد سواء نائبة رئيس أمريكا جو بايدن التي تصلت بقاس سعيد في وقت سابق كذلك رئيس الحكومة التي كان عنده اتصال البارح مع مسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية وحكي فيها على ضرورة دعم الاستقرار السياسي في تونس بمعنى بقاء هو في الحكم وضرورة الدفع نحو تركيز المحكمة الدستورية وهذا تدخل سيفر تدخل أمريكي سيفر في أشأن الداخل التونسي عنا أزمات حلوم حدنا لا نلجأ لأمريكا ولا لفرنسا ولا لأي طرف كان سواء عربي أو أجنبي اليوم فم انقسام داخل حركة أنهذا سامير ديلو وهو قيدي مقرب من رئيس الجمهورية قيس سعيد كان استدعى قيس سعيد إلى القصر في مناسبة مع عدة نويب حتى خطابه يعتبر خطاب متوازن أكثر من بقية قيادات حركة النهضة أعتبر القيدي والنائب عن حركة النهضة سامير ديلو أنه لا خير في مؤسسات يتطلب استكمالها تدخلا أجنبيا ويقول سواء كان هذا التدخل مباشر أو غير مباشر هذا يجي في رده على قيدي آخر في حركة النهضة اللي هو عضو المكتب السياسي للحركة رضوين المصمودي اللي أكد في تصريح سيبق وأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت رسميا من تونس تركيز المحكمة الدستورية سامير ديلو رد على عضو المكتب السياسي لحركة النهضة رضوين المصمودي وقال إنه خاطئ من يبشر بهذا التدخل أو يرحب به حقيقيا كان أو وهميا وهذا موقف شق من حركة النهضة اللي اليوم فم انقسام كبير بالنسبة لدستور 59 أم دستور 2014 هناك إيدينا كبيرة إلى الدعوة إلى العودة إلى دستور 59 باعتباره انقلاب على دستور 2014 والأولى أنه نصلحوا بعض النقاط ونعدلوا بعض النقاط في دستور 2014 ونستكملوا العمل بهذا الدستور أحسن من أنه نمشيوا يعني نرجعوا إلى الوراء ونعاودوا نجيبوا دستور 59 ونعملوا عليه بعض التعديلات هذا أمر مرفوض من عديد المتابعين أو السياسيين اشتركوا في القناة